بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا اليوم عدنا في اليوم التسعة وستين بكتاب القمر واللي راح نحكي به عن الـ countable and uncountable الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة أي واحد أسأل أقل له شوني يعني countable nouns و uncountable يقول بسيطة الاسم المعدود هو الاسم اللي نقدر نحس به يعني نقدر نعده والاسم الغير معدود هو اللي ما نقدر نحس به وهذا جواب غلط أستاذ شون غلط لا نعم جواب هذا غلط الاسم الـ countable هو الاسم اللي يجمع إلى مفرد وجمع هذا هو الـ countable الـ uncountable هو اللي اسم اللي ما يجمع ومفرد يعني ما إلى جمع ومفرد إلى صيغة وحدة أنا أجعل كلمة banana أو bananas هالكلمة countable ليش لأن إلها صيغة مفرد وإلها صيغة جمع هذا هو التعريف الصحيح للإسم المعدود والإسم الغير معدود countable banana is a countable noun اسم معدود لأن إلها مفرد وجمع أما rice رز ما ينجمع ليش لأن ما إلى مفرد وجمع لأن ما إلى مفرد وجمع انكا وانتظر ناون كذلك عندي كلمة music sand التراب المني المني اسم غير معدود مع العلم هي الفلوس تنحسب مو نعدعدها إذن مثل ما أنا قلت لك إذن قاعدتي اللي أنا أطلتكيها أفضل money فلوس ما تنجمع لإلها أس نقدر نقول منيز لا إذن الكلمة اللي اللي إلها صيغة مفرد وجمع هاي معدودة countable الكلمة اللي ما لها صيغة جمع ومفرد هاي uncountable now لك حظ ما تنجمع الكترستي كاربا ما تنجمع ووتا ما تنجمع فسنا عندك الشاطئ بيتش تنجمع كل هذن الكلمات نقدر نضيف لهم اس لذلك إنا عليهن countable now أسماء معدودة طبعا دائما للأسم المعدود في المفرد نحط لأه أما للأسم الغير معدود فما نحط لأه يعني ما أقول a money لا هاي ملاحظة اكتبها اكتبها إذن هسي صار عندك ملاحظتين الملاحظة الأولى أن المعدود والغير المعدود من هو معدود ومن هو غير معدود الملاحظة الثانية الاسم المعدود المفرد ها المفرد ياخذ الأول أن لأل أن أما الاسم المعدود أما الاسم الغير معدود فما ياخذ لا أ ولا أن يقول لما تستخدم كلمة باكيت وغرين وكيلو يقول لن تستخدم كلمة باكيت مشى Latze يقول لن تستخدم كلمة باكيت لن نستخدم كلمة باكيت وغرين وكلو يقول هذني نقدر نحط لهن ليش لأن هذني احنا ما قاعد نصف عن الرز باكيت من الرز انا قاعد احتي عن الباكيت اذا ننضيف ملاحظة رقم ثلاثة او اربعة انه اذا اذا تكلمنا عن باكيت او كيلو فتعتبر هنا معدود يعني راح نعتبرها هنا معدود راح نحط او قبلها شوف هنا ابنانة مثل ما ذكرت لكم طيب طبعا ها بتجمع ترى ما نستخدم بتجمع دير بارك ترى لاتجي بس فاقضي المفرد شوف هنا الميوزيك يتيم خطيئا بسكين ما الى كل شي ليش لأن الميوزيك غير معدود انكا وانتبع ما نقدر نحط لها او لا ولا تنسى السم والاني السم معه شوف هنا اكتب ملاحظة يقول نستخدم السم والاني مع الكلمات المعدودة نستخدم السم والاني مع الكلمات المعدودة plural countable nouns مع الاسماء المعدودة الجمع السم والاني نستخدمهن ويالكلمات المعدودة الجمع السم والاني نستخدمهن ويالكلمات المعدودة جمع تحفظ عليه المثال we sang some sounds قنينا بعض الاغاني اما يقول هنا we can use some and any with uncountables nouns والسم والاني نستخدمهن ويالاسماء الغير معدودة ايضا زلعت شن الملاحظة شن الفرق بيناتهم ماكو فرق بيناتهم يقول لك السم والاني تيجي ويا المعدودة ويغير المعدود دائما بس ويا المفرد المعدود ما تيجيك يعني هسا عندي songs جمع يعني اقدر اقول we sang some song واحدة لا ما يصير يعني الملاحظة اللي يريد ويصل لكها صاحب الكتاب مؤلف الكتاب يريد يقول لك ترسم والاني ما تيجيك ويا المفرد المعدود ويا المفرد المعدود ما تيجيك لا زم ولا انا هي تريد يقول لك طيب وعدنا ايضا المني والأفيو تستخدم ويا البلولار ويا الكلمات المعدودة والكلمات المني والأفيو تستخدم مع الكلمات المعدودة الجمع الكلمات المعدودة الجمع اللي هي المني والأفيو we don't talk many picture many picture few things المني والأفيو نستخدمين ويا الأسماء المعدودة ترايا بين مني و أفيو بسيطات هنها بسيطات باللفظة وبسهلات ينعدا يستخدمين ويا اللي معدودة الماتش والليتول صعبات باللفظ حتى اللفظ ما تقدر اعتبر much و هي الاسم الغير معدود اللي ما نقدر نعده و هي الاسم الغير معدود uncountables now wins much shopping a little work ليش لأن غير معدود لأن غير معدود بالمناسبة كلمة works ترى تعتبر uncountable يعني غير معدود work زينستاذ مو مرة تحط لها اس بس هي مو سجمع a little work عمل يعني ما قدر نقول works ليش لأن يعني ماكو هسلات حط وكس اس ماكو بالانجليزي ماكو شي اسمه أعمال works ماكوش الwork فقط مفردية فقط مفرد فقط مفرد